هذه هي المنطقة الفاصلة بين منطقة قانيا ومنطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بمحافظة البيضة إذن الجيش الوطني خاض معركة شريصة ضد الميليشيات الانقلابية في هذه المنطقة وسيطر على عدة مناطق أهمها جبل مسعودة والعر والأهجر والضاحية ومنطقة حوران إذن المعارك تدور رحاها في منطقة يسبل وهي والمنطقة هذه تشرف على أجزاء واسعة من منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية إذن ينضم إلي العقيد سيف الدين الشدادي قائد الواء 159 وقائد جبهة قانيا ليتحدث معنا عن المشهد الميداني هنا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بقناة شهيل الحمد لله تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يوم أمس من تحقيق انتصارات عظيمة وتم السيطرة على جبل مسعودة والعر وفرع الخميس واخدار العرجة والهجر وعدة مواقع أخرى وتم فتح الطيق للفاصل بين حوران والعواض الذي كان مقطوع من قبل الميليشيات الحوثي والآن القوات متجهة في اتجاه الوهبية الآن المعارك تدور حول النقطة اليسبل وإن شاء الله بإذن الله سيكون سيطرة عليها قريبا خلال 24 ساعة بالكثير إن شاء الله ونحن نصممون بإذن الله على تحرير البيضاء وبعدها إن شاء الله الانطلاق نحو ذمار وصنعه بإذن الله تعالى قريبا الميليشيات بدأت هاوى ومنهارة إلى أبعد الحدود خسائرهم أمس كثيرة جدا ما يقارب الأربعين قتيل و12 أسير لم يعد لديهم أي قوة كما كانت سابقا أن تصبحوا الآن يعني إن شاء الله منهارين بإذن الله تعالى والنصر حديثنا بإذن الله إذن المعارك مستمرة والأبطال يتقدمون لتحرير كافة مديريات محافظة البيضاء والانتقال إلى محافظة الزمار ثم إلى كافة المحافظات اليمنية الجيش الوطني يتقدم بخطأ ثابتة منذ أن أطلق عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء وهو كل يوم يعني يطهر أراضي ومواقع جديدة إذن المعركة الفاصلة آن أوانها والناس تترقب ناصر الجمرة قناة سهيل من منطقة الوهبية بمديرية السوادية محافظة البيضاء